نرجع مرة تانية وبالنسبة مش بعيدا عن الانتخابات الرئاسية لكن في إطار الالتزام بمحددات وضوابط الانتخابات الرئاسية ودعما وتشجيعا للعملية الانتخابية قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بكافة وسائلها منح كل مرشح رئاسي 100 دقيقة إعلانية بالتساوي وذلك إعمالا بمبدأ تكافؤ الفرص وتشجيعا للمنافسة الشريفة واللي بتعود على الوطن بالنفع والفائد على أن تكون هذه الإعلانات مجانية بالكامل مقدمة من الشركة المتحدة وأنه يكون محتواها وفقا للضوابط والمعايير اللي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات ويتم إذاعتها في أوقات مشاهدة جيدة بس كده لا وبالعدل بين المرشحين طبعا كل ده بيجرى دعما وتأكيدا لحق حضرتك سيدي المواطن في المعرفة بالمعلومات الخاصة بالمرشحين واطروحاتهم المختلفة وتشجيعا أيضا للمواطنين أنهم يخوضوا هذه المعركة حقهم في اختيار المرشح اختار اللي انت عايزه هتشوف اعلانات الكل بالتساوي بالعدل وفقا لضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات وحضرتك تختار اللي انت عايزه والشركة لا تنحاز إلى أي أحد ومتؤكد الشركة المتحدة أنه هذه الشركة تقف على مسافة وحدة بين كل المرشحين وهنا هرجع مرة تانية بكل الترحيب للدكتور محمود مسلم كتبنا الصحفي الكبير طبعا ورئيس مجلس قدرة الوطن وعضو مجلس الشيوخ وكنا بنتكلم على هذا الجيل الصاعد الوعد المبنى بابل الجيل الصاعد الوعد أنا بس عايزة أعزيدك من الشعر بيت أن الشركة المتحدة أيضا قررت المشاركة مع المرشحين ومساعدتهم في تصميم الإعلانات ليس فقط إزاعتها ولكن تصميم الإعلانات يعني الفرق الفنية المختصة بتصميم الإعلانات بشكل كبير ستسام أبلغة المرشحين الموجودين بذلك من الشركة من غير أمر جدعانة جدعانة لا فيش جدعانة هي قصة هي قصة بنتكلم عن حياد وبتكلم على دعم العملية الانتخابية اللي أكيد بزخمها بيعود على مصر كلها لأن انت عارف الشركة من الأول أطلقت بيان إنها على مسافة متساوية من كل المرشحين كل المرشحين بتنزل أخبارهم وده حقهم وليس يعني فضل من الشركة على كل القنوات وكل الصحف وتواصلت مع المرشحين اليوم الأول وبتنشر أخبارهم في كل القنوات ودلوقتي بقى كمان على مستوى الإعلانات إن فيه كل واحد ليه مئة دقيقة إعلان يقدر يزحى على كل القنوات المساهمة في تصميم إعلانات المرشحين والمساهمة في تصميم المساهمة ودون مقابل ودون مقابل وده تبلغ للمرشحين من شوية من نص ساعة كده وكلهم يعني بيشيدوا بهذه الخطوة من الشركة المتحدة ترجمة نانسي قنقر